موسيقى طبعا أنت مريت في مراحل أنت كنت في سوريا أنت دارس الديان الإسلامية نعم كان عندك رعب وخوف من الله وبسبب الموت والدم وإلى آخره الله استخدم كل هذه الأحداث من خلال صوت خفيف من خلال ورقة من خلال رؤية رؤيتك للمسيح نيالك أنا داما بحكي للمشاهدين اللي بخدم الرب على الميديا إحنا أول برنامج تلفزيوني مسيحي باللغة العربية في العالم إلى أكثر من 38 سنة وبقول للناس 38 سنة نفسي أشوف الرب لأنه كتير بس مع المسلمين داما بقولولي أنا شفت المسيح شفت المسيح فعن مرة بتسأل يعني أنت ليه بتخاوز ليه بتظهر نفسك للمسلمين مش لقلنا وإحنا بنتمنى أنه نشوفه طبعا بالعيان لكن طبعا الكتاب بعلمنا طوبة للذين آمنوا ولم يروا فهون إحنا منسميها هاي مرحلة التغيير أنت كنت وصرت نعم اتغيرت يعني كنت في العالم صرت مع المسيح نعم كانت في الموت صار إليك حياة كنت في الظلمة لأنه كنت بتسب على الله نعم وبتجدف الرب غيرك لتمجيد وتسبيح الله طب شو اللي حدث معاك أنت من عيلي نعم من عيلي مسلمي نعم وحاليا أنت في لبنان مؤمن مسيحي نعم شو اللي صار؟ أخني زار اللي صار على صعيد شخصي وصعيد عائلة أوكي عندك اختلافين على صعيد شخصي تغيير بالفكر تغيير بالاتجاه تغيير حتى بالشكل تغيير ممكن بوقت لاحق وشوفك صورة من شخص أسمر وأسود حرقته الشمس لشخص يشع نور وجهه حتى اللي حولي كانوا عم يطلعوا أنت باليوم تسيب لأ الله خمس تلاف مرة ليش لمش عم تسيب؟ أنت بتحكي وبتحكي ليش تغييرت؟ شو صار لك؟ مريض شي تعرف اللي بيكون حارك وكلام ولسان مريض شي فيك شي بيضيبوني دخان بيقولون شكرا تعال الروح فلانة بيقولون لا شكرا ما فيني يخبرهم بيقولون الله غيرني لكن بالنسبة لهم أوكي الله غيرك لكن على الصعيد العائلي وخصوصا ابن عشيرة وابن قبيلة وشخص مسلم والمرتد يجب أن يقتل صار فيه تبرئة اللي هو عنا عرف أنه تتبرى من ابنك أو تهدر دمه ولازم يتاخذ هذا الشخص نشكر رب أنا اليوم ما زلت على قيد الحياة لكن عم نحكي بعد 22 محاولة قتل عم نحكي بعد 18 علامة في جسدي اللي هي من أثر سكين أو أثر سيق حديد وأوقيت منهم أنا زارع هذه المنطقة من رأسي زارع فيها شعر لأنه انضربت بآلات حادة اللي هي شالة الشعر والجلد حتى اليوم إذا بمسك رأسي بحس فيه خطوط اللي هي أساسات هذه أو هذه التابعية أو الأثار الجانبية للجروح لكن نشكر رب أنا ما زلت حي رغم أنه تخلوا عني سفك دمي أو خلاص المرتد يقتل وخصوصا كعشيرة غير أنه المرتد يقتل في شيء اسمه عار هذا عار على العيلة هذا عار على العشيرة ودمه مسفوك لأنه العار لا يغسل إلا بالدم لكن المجد للراب أنا اليوم هو الوحيد اللي سنب دمه آمين وحمل عارنا وغيرنا وجعلنا خليقة جديدة آمين وقبلنا مثل ما إحنا بكل خطيانا بكل سوادنا بكل مقاسينا وبكل الخزي والعار بتاعنا وكل وحل الخطي اللي عشنا فيه يا أخ ناد الله الرب قبلنا مثل أنا حبيت الفكرة أنه لما ذكرت أنك أنت بتحاول كنت بتحاول وبتحاول حتى فيه صار زي ميزان يعني تزين الحسناءات مقابل السيئات لكن الجميل في المسيحية أنه الرب هو اللي أخد المبادرة آمين هو اللي حبك وهو اللي أعلن ذاته لإلك لما أنت صرخت من قلبك بتواضع تقولت له إذا أنت موجود ثبت لنفسك ورغم أنك أنت عم بتحارب فيه نعم وعم بتقاتل في الرب نعم يا لعمق محبته غنى رحمته نعمته يعني مش معقول يعني نعم مجد للرب أخ نزار لكن تحكي على تغييرات حدثت بالحياة تحكي على تغييرات تعرف دايما منقول أنه ما في راحة ببلادنا ما في راحة هموم مشاكل ما في سلام لكن المجد للرب رغم المشاكل محاولات قتل ملاحقة أو قاتل ما في مصاري مشاكل كثيرة اللي هي مشاكل للحياة غير أنه أنت مطارد لكن لما ارجع المساة لنام في سلام في سلامة أطجح بل أنام لأنك يا رب في حنانه أنا دايما أقول لما داود قال بمزمور 27 الآية 10 أن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني هو بيقلي أنا مش لأنك في سيرورة أو في حنان أنت تطممني لأنه أنت ضمني أنت ضميتني فدايما أرجع أخ نزار علىك رغم كل المشاكل كان في سلام داخلي ولا حتى اليوم لحتى هذه اللحظة في سلام داخلي يا ما كنت عم أقول الواقع بيقول حت موت الواقع بيقول أنت ببلد مش بلدك الواقع بيقول أنت ملاحق حتى من الجماعات الإسلامية بلبنان لما بلشت أخدم المسيح صار في ملاحقات لكن في سلام لما ترجع أنت بتنام في سلام شو ما بيصير إحواليك في سلام وعارف حالك بوقت من الأوقات فتت على المستشفى كان في عندي سكين ضربة سكين كانت مسمة بخاصرتي لكن لما فتت كنت عم حس باللحظات اللي هو أنا مش خايف لروح اتحاسب أو يحط ميزان حسناتي وسيئاتي كنت عارف رايح التائي بالرب وكانت من أفضل لحظات حياة اللي عشت قريب على الرب وكنت عم يقول أنا عند الرب أنا جاي لعندك يا رب فهذا التغيير اللي بيصنعه الرب غير التغيير أنه أنت مش ما بدك تروح مع البنات أو ما بدك تدخن أو ما بدك تعمل الخطيئة صار حاجز بينك وبين الخطيئة صار جواتك فيه رغبة لأشياء ثانية خصوصا للقدارس وللبر مية بالمية خصوصا لما تختبر لما يغيرك المسيح تختبر البر والقداسة والتقديس ترجمة نانسي قنقر